في حاجة اسمها مشرف بقى مشرف ده يعني هو فيه مقاول بينفذ بس هلوش دعوه بالفلوس اللي ايه دعوه بالفلوس المشرف المشرف هو اللي بيحاسب المقاول وبياخد الفلوس الاول ما نفعش بقى هو المشرف ما نفعش تبقى بتشتغل الاتنين عشان تعمل دي لازم تبقى ده حاجة منفصلة عن حاجة تاني فتلاقى ان ايه في حتة مراجعة كده برضو شوية برعاية شركة نور العلمية التجارية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست هندسي وعشان احنا بودكاست لكل مهندسين احنا ضفنا النهاردة مختلف شوية عن الضيفة اللي احنا استضفناه قبل كده كل الضيف بتوعنا قبل كده كانوا ميكانيكا او كهربا احنا ضفنا النهاردة المعماركي زيك هندسة اخبارك ايه؟ حبيب الحمد لله كل سلام انت طيب حبيب انت طيب ايه حمد لله الضيفة اللي نقل الهندسة من معلومة هندسية لمعلومة اي مشاهد مؤي يقدر يتقبلها الحمد لله عملتت ازاي؟ والله بص وانا كنت من زمان يعني من وانا في الجامعة كنت احب دايما ان انا يعني اعمل بريزنتيشن حتة ان انا اعمل بريزنتيشن دي كان بالنسبة لي من من اهم الحاجات يعني انا كنت ممكن مثلا حدا دايما في اماره يبقى بسعنا عندك مشروع فتطلع تقدمه وتطلع تشرحه وتطلع الكلام دي او ان انا حاجة هشرح مشروعي او هشرح حاجة زي كده دا كان ممكن يعني هوك اسيب المشروع نفسه بتفاصيله بس اركز في البيزنتيشن ان انا هطلع عامل بريزنتيشن لازم بقى يبقى في حاجة مختلفة لازم اشوف هشد الناس ازاي اللي عادين مش شرط بس ان انا بقى يعني دا يمكن تحول في الفيديوز بعد كده لكن انا كنت بقى طالع مسلا عامل بريزنتيشن لدكاتريا المؤيدين اللي طالقوا انا بس انا كنت ونوافق جامعة بعمل بريزنتيشن بشرح حاجة بتكلم عن حاجة ماينفعش يبقى فيه دوشة في الستوديو خبط لهم على دقيقة انا مش واقف بتكلم ولا ايه على طب مش تناكة مش تناكة ولا ايه حاجة بس اللي هو كنت يعني ايه واقف بتكلم فيبقى فيه كده فيه فيه يعني ركز انا تعبت عشان اجيب لك الكلام اللي بقوله ده بس فكنت بحب دايما ان انا عمل حتة البيزنتيشن دي فمن ساعة ما من ساعة ما اتخرجت كان نفسي جدا ان انا اشوف ده ازاي ممكن يبقى حاجة اللي هي علاقة بشغلي مع البيزنتيشن ده انا عبقى حب يعني بحب الموضوع ده جدا ازاي بقى يبقى ده ليه علاقة بشغلي بطريقة النماء مش عارف بس يعني مستني مستني تيجي الفرصة اللي هعرف عام فيها كده جيبها في بالي كتير بالي هو ايه مقدمين البرامج واللي هو انتمام ما طب بقى تبقى في تتكلم بس وبعدين ملوش مفيش حاجة ليها علاقة بالهندسة وليها علاقة باللي انا بعمله استقنت كده بقى وعدت اشتغلت في حاج كتير جدا لحد بقى ما لقيت ايه فكرةي السوشال ميديا دي بدأت تظهر فقلت انا هبدأ بقى اعمل اعمل حاجة بس مش عايف ايه هي لسه مش عايف يبقى اسمها ايه مش عايف لسه حاجة عادت افكر كتير 1996 وصلت الاسم المعمرجي ده وكنت مستني بقى لحظة ان انا هيبقى فيه بقى كاميرات كتير بقى تيجي تصورني واجيب بقى حاجات كتير وكلام ده كله وبس بقى لحد ما جاي في يوم كده ترتيبة قدرية كده حصلت ان انا قابلت واحد يعني هو انفلونسر كبير اسمه علي خالد مش هتفول لقى سهو عنده ملايين سهو كان عمارة معايا في الجامعة وبعدين بقى اتجه للسوشيل ميديا تماما سابها ندسها بساب كل الكلام ده شغال في الحتة دي فجت انا شخصيا ما كنتش عارفه بس جت كده ايه قادرا ان احنا كنا مسافرين مع بعض ان نصور حاجات فكنت واخده هو يصور انا كنت بس ايه بشوف كده بتابع الشغل يعني احنا مفروض كنا طالعين نصور بروشكت في شارم فانا زي ما احنا كنا نسا بنتكلم ان شاء الله انا بحاول اتنطط بحب اتنطط يلا رايحين شارم طب يلا جاي معاك فروحت معايا واحنا ماشيين بقى اللي هو ايه بدأت اتكلم معاه شوية ولاقيت الناس عارفة فقلت له يعني ايه بقى احكيلي ايه الموضوع ده وكده انا عايز اعمل حاجة اسمها المعمرجي تكلم بقى العمارة والتشتبات والكلام ده كله فقال لي طب حلو الاسم ده وبتاعه يعني ايه بدأ وكده قلت له واسا مستني بقى محاوش اجيب شوية كاميرات وحاوش اجيب حاجاته قال لي انت لو فضلت مستني الكلام ده مش هتعمل حاجة خالص ويعني ايه يمكن دي يعني اهم جملة قالتلي في الوقت ده قلت له طب هرهاب ده ازاي بقى قال لي انت منتقى البساطة هتجيب الموبايل وسنده على اي حاجة وقف صور وكده كده اول فيديو محدش هيشوفه وخلاص ايه يعني صواح الفل قلت له ماشي انا بقى سمعت الجملتين دول حسن انت خلاص بقى انت ايه انت جواك افكار كتير وحاجتي رايز تعملها وكلها متكتفة عشان مستني الكاميرات اللي هتجيبها ومستني الحاجات اللي هوا فتح لي الباب سافرت يعني اليوم اللي قال لي في الجملتين دول انا شخصيا معرفتش هنام كمية افكار بقى حملة تيجي في بالي وقوم اكتبها على الموبايل كل شوية انام طب انا ممكن اعمل نوعافش ايه في الفيديو رح هيمكتبها في الموبايل عشان ما انسهاش رح هيمكتبها في الموبايل وفضلت بقى كده لحد ما احنا يعني احنا كنا شكرا كنا بنصور يوم كام رجعنا تاني يوم عملت البيتجو وبدأت بس كده فانلهو يعني الحتة دي انا دلوقتي يمكن لو متفرج على الفيديوز بتاعتي اللي اه اول فيديو عملته ولا اول حاجات عملتها ايه يا عم انا بس مرحالك اللي لازم عدي بيها مرحالك اللي لازم عدي بيها فبدأت كده ان انا ايه يعني واحدة واحدة بقى اتعلم شوية حاجات واحدة واحدة بقى انا عايزة عايزة شد الناس طب اعمل ايه طب افكر انا شخصيا الحركة دي بعملها كتير يعني ممكن بقعت كده ممكن مسلا قعد بعلحل حاجات مغنية في دماغي بقعت بعمل كده فقلت انا هاخد الحركة دي وقعدت بقى ايه اعمل كده في الفيديوز بس اه بعد شوية زودت بقى حتة معلومة من المعمرجة يمكن معلومة من المعمرجة دي كانت جاية كمان من ليلة الافكار الكتير اللي جاتت في دماغي دي وقعدت كدتها في الموبايل كان يمكن منهم معلومة من المعمرجة دي وكملت بقى كده واحدة واحدة وبعدت بدأت بقى ايه ازود في الفيديوز بتاعتي عامل فيديوز كتير عادت فترة كبيرة كنت بعمل ثلاث فيديوهات كل يوم وده ده كان مرهج جدا 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 عشان يعني تبدأ بقى تتشاف شوية اول فيديو بقى عملته يعني جاب عدد فيوز كبير مش فاكر كان جاب كام كنت اتكلم فيه عن التكييف وازاي تحسب قدرة التكييف للبيت ده كان اول فيديو عملته داخل على شوية بس افاكر ساعتها حتى عملت سرشو بتاع انا الموضوع كان بالنسبة لي اكتر ان انا انا ايمكن يعني يبع عندي سؤال مش عارف اجابته يعني انا ممكن مثلا طب ماشي يعني ممكن ابقعد مثلا في قاعدة ولا احد تتكلم في حاجة طب انا مش عارف الحاجة دي ايه اروح اعمل سرش عليها واطلع منها فيديو واعمله بقى الموضوع من ناحية اللي هو هو حاجة بفيد بها الناس وحاجة انا شخصيا بستفيد منها بتعلم منها حاجة دي مكنش عارفها ودوكيمنت عندي بقى يعني عملت فيديو وتسجل عندي يعني دلوقتي ممكن مثلا الناس كتير تسألني بحاجة ولا خدش عندي كهتلا في فيديو كنت تتكلم فيها الموضوع معين خدش هتلاقي في الحتة دي تسأل عليها دي بس فا اعملت بقى الفيديو بتاع التكييف ده ده يمكن كان اول فيديو وعملته يعني اتشاف شوية على السوشيال ميديا بس لقيت بقى يعني لقيت الحمدلله ان في ناس يعني فيديو عاجب ناس كتير وبدأ كملت بقى زي ما انا ولقيت الحمدلله يعني رد فعلا الناس الناس اللي اعرفها والناس يعني الاؤديونس عمتا كان حلو فكملت بقى الحمدلله بتوفيق من ربنا كده واحدة واحدة مشيت في الموضوع فكان الهدف بقى فقالا زي ما كنت تتكلم ان انا ازاي اوصل لحد المعلومة بمنتهى البساطة من غير ما اخش في حاجات كتير لان انا ايمكن برضو من الحاجات اللي صاحبي ده اول ما قابلته قالها لي قال لي حاولت اخلي الكونتنت دايما الريليتبل يعني كل ما تزود عدد الناس اللي تفهمه كل ما هيبدأوا يعملولوه شيئا اكتر ويشوفوه اكتر وبتاع كده فكل بقى ما هتخش في تفاصيل مهندسين بس اللي هشوفوه ليه لما احنا لو زودنا كبرنا يعني كمية اه لو كبرت الدايرة الناس ممكن اكتر تكون مهتمة بالحتة دي او تبقى معلومة خفيفة يعرفوها يعني يمكن بعد الفيديو ده تاني فيديو بقى درب اكتر منه بكتير كنت اتكلم فيه عن ان في فرق بين شفاط الحمام وشفاط المطبخ تعرف ان الموضوع ده عند اغلب الناس اللي بتشطب غالبا يعني انا اللي مشطب شقتي والدتي وبنا ادها الصحة انا مكنتش موجود جابت شفاط في الحمام نفس الشفاط اللي من المطبخ هما اتنين يلا على طول جينا بقى حديثا يعني يسألوا بقى هو ده شفاط للمطبخ ولا للحمام تخيال هو ايفرق فيه مش قدرة السحب ولا الكلام ده الشبكة لا غير الشبكة ليه حاجة غير الشبكة كمان بتلاقي فيه صفوية تحت كده بتاعت الزيت عشان دي بتجمع الدهون بقى والكلام ده في المطبخ لكن في الحمام مش محتاجها مش محتاجة يعني ممكن شفاط لو ده شفاط مطبخ اللي هو مش شفاط بتاع الشباك هتلاقي فيه من تحت حتة كده ممكن تشدها لا فيه هزيت بقى متجمع من الدهون الحاجة اللي جابتولي في البيت عمي اللي اتنين بقى بتاع مطبخ لا بتاع حمام اللي اتنين بتاع حمام بدليل انا كل عيد لازم بفك الشفاط وبعض ده انا نمسح الدهون بس فهي دي بقى كانت كانت معلومة خفيفة ممكن اي حد عنده شفاط فممكن تلاقيه يشاف الفيديو يقوم يشوف هو ده اللي عندي ده بتاع حمام ولا مطبخ ما هو ده جاي ما هو ده جاي بقى من ايه ده جاي بقى من ايه من الدخلاء على المهنة يعني انا والدتي مثلا قالت انا اجيب مهندس يشطب شائعتي ابني ليه انا اللي شطبه فاحنا نلاحظ بقى في المجال الهندسي ان في ده خلاء كتير على المهنة انت شايف ان المشكلة دي يعني بتصعب المهمة شوية على المهندسين مختلف الديسيبلن بتاعهم سواء معماري او مدنة او معماري والله مش عايف هي بتصعب بتصعب الموضوع على المهندسين ولا هي ولا هو الناس دي ما تفهمش بقى يعني ما عندوش دمير بطريقة ما ولا انت قررت ان انت مثلا بحس الموضوع في مسؤولية كبيرة جدا انت واخد من يعني اللي جاي لك ده تشطب له البيت ده جاي لك جاي يمكن تحوشة عمره مش حتى يا عم غير الفلوس اللي هو يديها لك تشطب بيها دي البيت ده يمكن يكون تحوشة عمره البيت نفسه فاللي هو انت هتبوزهوله ولا هتعمله فيه اخطاء ولا هتعمله فيه حيات انا شفت ناس ما بقتش طيقة البيت من كتر المشاكل اللي بتحصل فيه ويضطر في الاخر يبيعه بخسارة ويروح يجيب واحد تاني طب مش حرام عليك ان انت في الاخر عشان انت كررت ان هو يلا يلا انا هبدأ اشطب ويلا انا هبدأ اعمل وانت لسه ما عندكش الخبرة الكافية وما عندكش المعلومة الكافية انت تعمل كده فهتلاقي وان ناس بتتضر وللاسف بوزوا صمعتنا احنا جدا احنا شخصيا الناس بقتش التاصك في المهندسين هو متخايل هتقلبه بأي طريقة منه نسبة ایت شهف متخيل ان انت كسبان النسبة وطلع يعني زي يقول لك هي طالع واكل ونازل واكل انت شوف اي بند جاي لانت يعني فيه ناس فعلا بتبقى متخيلة كده جاي تتكلم معا متخيلة كده ان انا انت هتاخد مني نسبة وهتاخد مني يعني مثلا متر اي حق متر رخام مسلا سعره اربعة الاف جنيه فانت ممكن تديهولي بستة الاف جنيه اه الصناعي مثلا اللي هيجي يركبلي الحاجة هياخد مثلا يومية خمسمية جنيه فانت هتقول لي ان اليومية بتاعدي يسمى عمية جنيه وتدرى بمتين جنيه في جيب فانا بقى كسبان منه نسبة الشوف كسبان من الصناعي كسبان من الخامة نفسها فيه ناس بتعمل كده كتير ومهندسين كبار وده كاترة وبتاعه وعرفه فيه ناس بتعمل كده يعني ما عرفش بقى شخصيا ما عالش كده بس فيه حتة يعني مش عارف مش عارف شخصيا والله يعني بوزو صمعتنا جدا خلت الناس يعني دي نقطة بقى اللي هو انت هتسرقني فيه نقطة تانية بقى اللي انت مش فاهم فده بيبدأ بقى ان هو يعمل ايه ياهو لو ما يجيب مهندسه ولا ايه مش فاهم او يبدأ هجيبه ليه اساس هجيبه ليه اصلا او يبدأ هو شخصيا يعدله يعدل عليه او يسأله اسئلة لان هو مش عارف اجابتها او مش عارف طبعا انا اجيبك ليه طبعا انا كنت شطبتها لوحدة ده جيت خدت مني فلوس وفي الاخر ما عالت ليش حاجة في حين بقى ان هو المهندس ده المفروض ييجي يشيل عنك كل الهم خالص ما يحسسكش باي قرف صناعية ولا ترتيب موعيد ولا ان ده تأخر ولا ان ده صناعية ده تتعامل مع فئة صعبة شوية في تتعامل معها عشان تجيب حد مثلا تضبط موعيد وتضبط كل الكلام ده اللي شطبت الواحدة وعارف ده ده فيلم ده فيلم كبير عشان تضبط الحتة دي تحاول تجيب الخامات باحسن اسعار واصلا حتة الخبرة انك توصل يعني للعميل ده ان هو انت قاعد في البيتك مبسوط قاعد في البيتك مبسوط مش خلاص انت مش قاعد لا انا انا اجربت اشطب لواحده للامانة ودي غلطة نعمر في حياتي ما اعملها دايما احنا كمهندسين حتى لو انا ميكانيكا او كده اجيب اجيب مهندس ما هو احسن مني في ايه؟ معلش فما جيت شطبت ما جيت شطبت انا وانا اقعد دلوقتي العلاقات بالنسبة لنا مش صح انا ميكانيكي ما فهمش في العلاقات اللي هو مثلا طعم مثلا خشب مع بديل الرخام مع الحاجات دي ممكن العلاقة ذات نفسها تبقى علاقة شزة اللي انت تبص لها كده ما تلاقيهاش ركبة مع بعض احط اه انا انا عايز احط احلى حاجة عندي في الشقة بس مش ركبين مع بعض فده كان راجع لان المفروض اجيب مهندس محترم يعمل انتريور ديزاين ويدهوني وبعد كده نعمل حصر كميات واسلمه هو اللي يسلم بس انا تجربة مش هترجع تاني انا عايزين ممكن ناخد من النقطة دي بقى الخناقة بقى اللي بتحصل ما بين مهندسين ميكانيكا وكهراما وبين معماري وايه لا انت مش في داكت لا سقف الصائد ده حتى قد كده عايزين دي المشكلة دي ياما انتوا سيبونا مساحات ياما وصعونا الدكتات ما احنا عايزين نحل احنا جايين نهاردة عشان نحل نهاردة يبقى ايه يعني يقمل حل الخناقة بين المعماري والمية الاكساب طب هتتكلم عن المعماري وميكانيكا وكهربا ولا المعماري والمدني هو دايما انا بلاحظ ان المعمار هو اللي بيشيل الطن في الاخر يعني هو اللي في الاخر الوش بس احنا عندنا خدمات بنحس دايما للامان بحيث دايما ان المعماري مش هايفنا شو اخد باله يعني دي على فكرة انا مش بتكلم عن كل المعماريين بس اغلب المعماريين اما بيجي يعمل الكنسبت المعماري بتاعه شو اخد باله مني يعني سي مثلا يجي يومي يقول لي انا عايزك تكيفلي القوضة دي بمكانة كونسيلت وتلاقيه حطيتلي ارتفاع السقف المعلقة 30 سنت في القوضة طب انا هحط المكان ازاي همشي صاريها فيه طب اعمل الدرين بتاعها فين طب اعمل لي بلق هد مثلا في منطقة احطي فيها الكلام ده فانا بحيث دايما نقطة عند ديبتور عمارة اللي هما لازم يقرؤوا شوية ميكانيكا وكهربا لازم علشان يعرفوا على الاقل الاساسيات اللي عندنا وانا كابتاع ميكانيكا انا عن نفس ده انا بعمله مع التيم اللي معايا كابتاع ميكانيكا وكهربا لازم بخلهم يذكرهم انتيرير علشان اقول لهم هو وجهة نظر المعمار بيفكر ازاي ما انت بتوزع ليش المخارج اي حاجة في المكان هو مثلا يكون حطت ازبوتات دائرية وانت تقومها حطت لينيار مثلا فبخليلي شكلها مش حلو او سكوير الشكل مش حلو اكيد المعمار مش هيفكر بالمنظر ده فهي فعلا الازمة انا شايفها في المجال الهندسي انك عايز اطلع حاجتك باحسن شكل ممكن وانا عايز اطلع حاجتك باحسن شكل ممكن بس مفيش كوكدينيشن ما بيننا اصلا فديه مشكلة من وجهة نظر بس او شوندس الحتة دي يعني انا مش عادت مسلا السؤال يعني الموقف اللي حكيتولي ده امتى اخر مرة قابلته مسلا يعني انا بقابله على طول بس بس للامان مع ظهور حديثا يعني التنصيق ما بين الاعمال تكنولوجيا البيم بقى والريفت والحاجات دي فبقنا بنبعد دايما طلبات نوما قيلين رقاءا ووفروننا هنا احنا عايزين سقف معلق نزلونا في الحتة دي اعمل لي بيت نور هنا عشان هرمي برجر اللي هنا فبقى الموضوع مارين ولكن انا لو ما طلبتش المعماري ما عندهوش تخايق احنا نحط حاجتنا فيه لا والله بيبقى عندنا تخايق بس يا المشكلة انا باسي المشكلة بقى هي مش حدة المدافعة والله لقد ما هي هي فعلا يعني لو اتكلمنا عن الحتة اللي قلتلي عليها دي يمكن فيه ناس كتير متخيلة ان احنا المعماريين مثلا مش مش فاهمين الكامل مع ان احنا على فكرة بس ان احنا في الجامعة انا دارس اتش فاك انا عارف ان فيه مياد ده من ضمن المواد بتاعاتكم بتحسيبه اصلا الحمل الحجارة كمان وعندنا كده شيط اكسيل فيه اللي هو انت محتاج ايه وتحط هتحتاج كام تشيلر وكام اير هندلينج يونت وكان ما عرفش ايه وتاخد هتعمل الدكتاط فين وهت هتقل قد ايه عشان ما كل الكلام ده احنا احنا خدناها فمعنى بقى ان هو المعماري قرر يكبر دماغه فده معناها ان هي انت يعني عندك مشكلة بقى انا اصف معلومة ما فيعني مش المفروض يكون ده الطبيعي مش المفروض يكون ده الطبيعي لكن مثلا نفس المشكلة دي هتلاقيه برضو مع المهندسين المدني ان انا يمكن ببقى اكيدا ببقى حسابي على عمدة معينة او بقى عامل حسابي على حاجات معينة بس فيه ناس بتكرر اللي هو انا انا مش هعمل ده انا هكبر دماغي هو والله هيكده يعني فيم معملائيين كتير كبار ستار اركتكت بقى ماشى هتكلموا عن الموضع ده يقولك مثلا ايه ام انا عملت ديزاين و او لنا او المهندس الانشائي فقال لي انا مش هعرف مش هعرف رنفذك الديزاين ده فمنطقة البساطة يعني الموضع ده سمعتوا من 2 Lakerapي هتنفذو ولا كيف كغiatك ينفذو فهم ينفذو طب انت من الاول ليه فهم بصدي هو عايز يستسهل مش عايز يكبر دماغه مع ان على فكرة يعني احنا يمكن لو احنا كمعماريين يمكن الموضوع فيه كرياتيفي وفيه حاجات كتير بس بحس اللي هو برضو المهندس الانشائي او المهندس الباور او المهندس الالكتروميكاني برضو فيه كرياتيفي كتير ان هو ازاي يحل المشكلة دي ان هو فهم فيها اكتر مني بكتير احنا لو قعدنا بس كده نتفهم مع بعض ان احنا في الاخر عايزين ننجح البروجيكت مش هتلاقي كل الخناءات دي لكن احنا كل واحد اه لا انا المحماري انا اللي اقوله يمشي وانت لا ام انت تشفهم حاجة وانت لك ايها وقعدنا بعض قعد زي دي كده قعد نحل قعد نحل النهار دي قعد نحل كده اللي هو جماعة طب اللي اللي مضايقك اللي كزا اللي كزا هتلاقي الموضوع طالع جميل يعني اخر البروجيكت عملته قديته المهندس الانشائي ايه طو حططلي شوية حميدة يعني مش ازرا في حاج كلمت معا شوية طب ما نعمل ده كده اا اصل ما عرفش هيعمل ايه طب ايه الحل طب ما ممكن نعمل مثلا في لات سلاب طب ممكن نعمل ما عرفش ايه طب ما انا ممكن العمود ده ممكن ما يكملوش طب ما انت ممكن لما انا بقى افاهم هتلاقيني بابدأ ايه اخد ودي معايا فهو هيعرف انك فاهم هيجيبلك حل بالزبط كده اما دايما انا بحسها ان ما بتبين جاهلك بالمعلومة اللي قدامك يقوم ايه لك هي ده الحل وعلى مسئوليتك بقى لو انت عايز نغير يبقى على مسئوليتك يخوفني من الاخر بالزبط اتخوف الحده دي ايه ودع فكرة برضو احنا ممكن نرفير على الحده دي برضو اهمية يعني انا انا كنت واخد دقائر كهربية وما بدء هندسة كهربية كنت بكرها الموادي كورها العامة حرفيا انا ويحبش الموادي وكمان وكنش مديها تمام القوي بس احنا لما جينا قدام دلوقتي انت على الاقل عندك السياد تقدر تبني عليها بعد كده اللي هتفيدك في سوء العمل هي مش مواد محطوطة وخلاص عشان نرزيج بيها يعني هي مواد محطوطة عشان انت هتحتاجها بعد كده قدام كي احنا ما كناش شايفين ده احنا طالبه وكنا بنداء منه بس دلوقتي لا حسنها بالفرق والله مش كل المواد فيه مواد لسه يعني اولا يمكن لسه ما شفت لهاش فايدة بس يمكن يعني هي اكيد لها فايدة بطريقة التنمية بس ده بنده مواد محطوطة مشكلة في حتة التنمية في التعليم يعني لو انت مفروض ماشي اديتلي كورس بتريقة التنمية قولي ده ازاي استفيد منه صح والله غير يعني انت دلوقتي تديني حتة طب انا دي هستفيد منها ازاي اول الاسف احنا اللي بنكتشف هنستفيد منها ايوا مش مفروض باننا اللي اكتشف ما انت اللي فاهم يعني انت قررت تديني الكورس ده هاتلي مثلا الابلكيشن في الحياة قولي ده هتستفيد منه بالطريقة الفلانية فقوللك ماشى لكن نروح بقى للصراع الواقع ما بينك في السوق المصري والسوق الخليجي مجال العقارات هنا في مصر ومقارنة بسوق العقارات في دول الخليج احنا بنلاحظ ان هنا شوية عشوائية شوية يعه عكس ب Abdullah انت يعني برضو كنت دايماً بتبقى على اطلاع بالسوق الخليجي كونك بتسافر وبتتعامل مع بقى ايه واجه الاختلاف والتشابه ما بين السوقين يعني يمكن فيه شوية فيه شوية تشابهات كتير في طريقة في طريقة البناء وفي طريقة في استخدام المتيريالز يمكن هم هناك بره مثلا يمكن ايه لما بيلاقوا ان فيه حل جديد يمكن بس ايه خطوة ان انا ابدأ اشتغل بيه دي بتكون اسرع من مصر شوية يمكن يلاقي مثلا حل ما في معرض فتلاقي ايه يلا ماشي تعال نجرب وتعال نعمله لكن هنا في مصر يمكن ايه تلاقي الموضوع شوية اللي هو لازم يكون فيه لفرنس عشان تبدأ تنفزها على الارض دخول اي حاجة جديدة هنا صعبة اه دخول اي حاجة جديدة هنا صعبة يعني في حتة مواد البناء دي تلاقي الموضوع اللي هو ايه يعني مهما تجربش فيها طب ما هي الخامة دي ما هتجرب فين طيب ما هي هي الخامة دي تعمل لها تستنج وتعمل لها كل حاجة فالفروض نهاية شغالة فالفروض نهاية تمام وتعملت نصها من برا وتعملت في اماكن كتير فتلاقي في حتة كهة شوية للحاجات الجديدة اه من الحاجات برضو اللي شفتها في السعودية انه فيش مسلا يعني لو هتشتغل في السعودية فانت هتبقى انتيرير ديزاينر هتبقى استشاري بيستلم من المقاول هتنفذ في حاجة اسمها مشرف بقى مشرف ده يعني هو فيه مقاول بينفذ بس هنروش دعو بالفلوس اللي دعو بالفلوس المشرف المشرف هو اللي بيحاسب المقاول وبياخد الفلوس من المالك اللي استشاري يجي استلم مواصفات وكميات بدا تنفذ بالطريقة الفلانية بالكمية مضبوطة خلاص اسرف لده فلوسه اعمل لده فلوسه خلاص خلصنا المقاول ما ينفعش بقى هو المشرف ما ينفعش تبقى بتشتغل الاتنين عشان تقامل دي لازم تبقى ده حاجة منفصلة عن حاجة تاني فتلاقي ان ايه في حتة مراجعة كده برضو شوية الموضوع مش متسب كله في ايد حد واحد وطبعا دول لازم يكونوا مهندسين ده اكيد ده مثلا في السعادية في الامارات عندهم نظام البلدية ان هي البلدية ديوة ديوة اه بلدية وفي عندهم ديوة عندهم اعتمادات كده مش عارف ايه ودوة ديوة بسعف ان فيه بلدية بتيجي بتبقى هي اللي بتستلم كأنها هي الاستشارة بتاع المالك يعني ان ده دلوقتي انا مالك عشان جبت مهندس يشطب لي حاجة او يعمل لي حاجة وهو خلص كل حاجة وتمام تيجي البلدية هي اللي تيجي تستلم منه ان انت عملت كل حاجة تمام وهي اللي تسلم المالك فدي برضو حتة حلوة يعني عشان بقى يحصل كده تلمون بلدية ياخد في الموضوع يبقى اكيد اللي يشتغل ده مهندس اكيد اعرف كل حاجة فهم هو بيعمل ايه شغال صح وهي اللي بتسلم المالك يعني مش العميل مش منه مش المالك مش منه للمهندس اللي هو المهندس ممكن يضحك عليه ممكن بقى اي حاجة فالبلدية هاي اللي بتيجي تستلم فدي برضو حتة حلوة حتة حلوة تفتح لنطاقة عدد كبير من المهندسين اللي هما زي ما يقولوا يشتغلهم وبيحترم شوية التخصص او هنا بقى ما شاء الله عليهم سمك لمن طمر هندي كله شغيل كل حاجة يعني بيصمم يروح يعتمد ينزل يلافز يعتمد هو هستلم كمان هستلم من المالك او ماشي يعني يقوله موافق على الشكل انا لا احنا كنا بنتكلم قبل التصوير ودخلنا في التصوير مرة واحدة فيعني احنا اصلا ملحقناش نتعرف عليك بشكل مفصل ونعرف الجنهور من هو المعماركي تمام اقول لك انا بهاق مهر مع ماري طبعا اتخرجت من الأكتبات البحرية اا عدت سنة كنت اول الدفعة عدت سنة فول تايم معين في الأكتبات بعدين المفروض كنت ناوى سافر بقى الكويت انا والدي شغال هناك كنت ناوى سافر الكويت اشتغل هناك بعدين جات بقى فترة ايه الكورونا والكلام ده كله فعايفتش اسافر بقى هنا اشتغلت بتاع مسلا ايه سنة او سنة ونص كده في مكاتب اا شجرة كبيرة ومكتب صغير قلت اشوف ده واشوف ده شوية بعدين فتحت مكتب كده صغير انا وثلاثة صحابي عدنا بقى اشتغلنا كده شوية لحد ما اجت لنا يعني قعدنا اشتغلنا في الموضوع شوية واخدنا مكتب مع بعض وعملنا كان الموضوع كان فيه حاجة كده جميلة انا هتلسة ايه بتحاول تصببت دنيا كده وبتاع ااااا بعدين بقى يعني ايه يعني مش حصل مشاكل بس يمكن انت بتبقى ايه تبقى داخل الموضوع بعشم شوية اااا بتاع السحاب ده فتلاقي ايه ممكن تحصل لا ده الحتة دي ما اتفقناش عليها الحتة دي ما زبطنهاش الحتة دي بس الحمد لله هم لسه صحابي تماما ما فيش اي مشكلة الحمد لله يعني عرفنا نزبط الموضوع بين غير اي مشاكل ما بيننا وقفلناه ويمكن بقى في الفترة دي كانت هي بدأت البيتج بتاعت المعمرجي تطلع وخدت يعني خدت مني وقت في الحتة دي وبس بعد ما انفصلنا يعني عدت انا بقى شوية مركزت اكتر على البيتج عملت شوية يعني شوية تطورات كده حصلت في البيتج عندي يمكن كانت في الفترة دي ايه بقى اتجوزت ورجعت بقى بعد ورجعت بدأت بقى ايه تعرفت على مشموهندس احمد ودخلنا مع بعض في المكتب اللي هو اركو اي ده انه تشاركنا فيه كده شاركنا مع بعض وبقى حاليا بقى دلوقتي بقى انا شغالين بقى في مكتب اركو اي ده ديزاينز وتشتبات والكلام ده كله فانا حاليا المعمرجي ومعيد في الاكتبال البحرية بس بقيت بروح بورت تايم يعني بحب التدريس بصراحة فاني ما اطعتش بروح يوم واحد مثلا اه بس وشغل بقى المكتب ده انا باختصار اه يعني لو الظروف كانت اختلفت اه وكانت البيتج المعمرجي ما كملتش مثلا بالشكل انت كنت متوقع وكانت اتعرضت عليك فرص الصفر تاني او اتعرضت عليك فرص الصفر بمسمى تاني غير مهندس زي ما بيحصل في بعض دول الخليج كنت هتاخد الخطوة دي وتدوس فيها ولا كنت هتستنى مثلا تتم السنوات الخبرة المطلوبة ولا كنت هتعمل ايه والله موضوع الصفر ده اتعرض عليك كتير ويمكن لسه يعني يمكن لسه بتعرض بس انا مش عاق يعني سيد موضوع الصفر ده لما لقيها هنا ايه افلت معايا خالص يعني لما لقيها في مصر هنا خلاص انا مش عارف اعيش اه لا ساعتها اسافر بس يعني الحمد لله ده ما حصلش لحد دلوقتي اه اه مش ناوي ان انا اسافر عايش برا ولا اشتغل بقى ولا هو تبقى حياتي برا مش ناوي اعمل كده الا لو لقيت ان هي الدنيا هنا خلاص يعني الموضوع بقى صعب جده بس الحمد لله يعني يا رب تبدأ مصر كويس دايما لحد دلوقتي الموضوع ده الحمد لله ماشي كويس يعني فما عملتش كده اه لكن لو يعني انا ممكن اللي انا بقى بعيد بحاول اعمله دلوقتي انا ممكن مثلا قريف تفتح شغل برا ولا حاجة سافر شوية وارجع ده يبقى احسن سيناري في الدنيا ربنا ارفعك ان شاء الله انا ملاحز الفترة الاخيرة زهور الزكاة الصناعي تحديدا بيتطور بغزارة في مجال المعمار فهل ده هيأثر مستقبلا انت شايف من وجهة نظرك هيأثر مستقبلا على مهندس المعماري مصه هيأثر على اللي مش هيتعلم يعني اللي مش هيتطور من نفسه مع السلامة انت لا أبضيت أعلى فنلاحظ طيب ما الرندر بقى فيه ويبسايت بيعمله الديزاين الانتيريور بقى فيه مواقع عليها ديزاين الانتيريور بخمس تلاف ده مكتبة كمان أنا ممكن أبقى مش مهندس خالص وأعود أجمع واشوف الصورة هتعجبني ولا مش هتعجبني فكلام ده أكيد هيأثر على المهندس وإنت قلت أنه لازم يطور من نفسه أنا بقى بأسألك إزاي يطور من نفسه يعني أنا واحد متخرج وده أو مش متخرج أنا واحد شغال في المجال وعايز أعمل أبضيت أعمل إيه الإيه هوي دلوقتي هو ماشي ممكن يكون وصل إن هو يساعد نطلع أفكار أشوف حاجة مختلفة ممكن يعني خليني كده أعمل ديزاين لحاجة في الهواء مش هتتنفذ ماشي حاجة مختلفة أشوفتاش قبل كده واو ضحفة لكن لما نيجي للشغل لأ لسه معرفش يعمل كده يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو ماشي ممكن هيدلي هيدجمع لي صور لكن الصور دي أم مش هقدر أعدل فيها بمعنى إن هو أنا لو ادت له الجزء ده يعمل له ديزاين هيطلع لي صورة طبو الحتة اللي جنبه دي لا مش هتطلع شبه دي مش هتعرف تربط اللي اتنين فهتلاقي إن لسه في حتة كده يعني قوضة بس زي اللي احنا عادين فيها دي لو ادت له الكورنر ده هتطلعه بشكل ديت له الكورنر ده هتطلعه بشكل حتى ممكن تقولي أنا هاخد الرفرنس بتاع الصورة دي أقوله وعمل لي بيها زيها هنا برضو مش هتطلع اللي هو مش هتلاقي إن في حتة وبعدين ده يعني إحنا أصلا وإحنا شغالين إحنا بنعمل ديزاين وبنعمله رندر ونشوفه ونعمل يعني حاجة كده زي تاست رندر كده بلو كواليتي شوية نشوف شكلها حلو ولا لأ فيها حاجة هنعدلها فالموضوع في ترايلاند ايرر فمش هينفع اللي هو وتيجي مثلا بعد تخلصت وريري للكلينت فيقولك طب ما تيجي نعدل حتة مفيش نعدل دي ما هو أنت الاي اي اي مش هعرف عدل هو طلعها كده فهو ممكن يكون بيساعدني مثلا بطريقة أن أنا هتخيل حاجة بسرعة أو هعمل حاجة لكن مش هينفع يبقى أساس شغلة أبدا يعني لحد دلوقتي ما بيقدرش يعمل كده مش عارف يعرف يععمل كده ولا مش عارف مثلا يطلع لي لوحد تكنيكل مش عارف يععمل كده حتة مثلا زي أن أنا يبقى عندي يعني ديزاين مدروس متكامل لأ يعني حتى ممكن مثلا أنا أرسم سكتش وهديلي الاي اي 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 اقول له خد السكتش ده اعمل له رندر فهيعمل له رندر بس نفس الفكرة هيطلع لي ألوان وهيطلع لي حاجات أنا مقدرش يقول له مثلا الخشب ده غير لونه والحيطة اللي جنبه سيبها سادة عشان تبقى ماشية مع الجزء التاني من القوضة اللي طلع لوحده مش تعرف تعمل كده برضه فهو لسه مش عارف يعمل حتة دي شفت بروجرام في السعودية لا في الامارات كان كان ام ام او هو يعني بروجرام كان عاملينه مصريين بس ما مشتغلوش بيه أو في مصر مشتغلو بيه حاليا شغالين بيه في الامارات ان هو كان بيجيب يعني عامل بروجرام كانت تديله بلان وتقول له انا مثلا عايز اعمل كذا 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 عايز عدد غرف معينة عايز عدد حمامات معينة عايز عايز ابني على نسبة كذا في الارض عايز مثلا كمية عايز كل قوضة دي فيه عايز فيها شباك ولا لا طب عايز الشباك نوعه ايه طب عايز كلك يفدل يسأل كده او يديك options كتير في الاخر يطلع لك بعد المرحلة دي يبدأ يعمل لك zoning zoning ان هو بص احطي لك هنا reception جنبه مثلا ال dining جنب ال dining احطي لك المطبخ المطبخ جنب يقدم لك كذا option لل zoning zoning اللي تختاره خلاص تماما هاخد ال zoning ده يبدأ يطلع بلانات وممكن كمان يطلعها لك AutoCAD تشتغل عليها وتعدل عليها وكل الكلام ده وممكن يطلع لك لحظة انفيزية وممكن يعمل لك model BIM كمان كل ده بس هو الحلو في ده ان هو هو ايه يعني هو ده بقى tool المعماري يقدر يتعلمها زي ما كل نسي بنقول بقى يتعلمها يعني يستغلها تسهل عليه شغله بس طالما الموضوع لسه في حتة ان انا هو هيتلع لي BIM model ريفت مثلا ياخد انا الموديل ده اعدل عليه فانا كده تمام بص ده كده يعني ان الاخر كده انا كمهندس عموما او كاي position شطرتي اللي انا طوع الاي اي ده استخدمونا بالزبط كده ده 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 المقصر لو ما عرفتش بقى استخدموه يبقى خلاص خلاص بقى سلام نفس اللي حصل مع الناس اللي كان بترسم مانيول زمان تلاقي المكتب في 20-30 طبعا انا مشوفتش الكلام ده بس يعني كان بيتحكين تلاقي المكتب في 20-30 ما عافشوا في ساعتها كانوا يقوم مهندسين ولا درافترز قاعد بقى مانيول بيرسم المسطرة والقلم دلوقتي انت خلاص بقى ولو جي مثلا واحد باوتوكاد رسم الرسمة عمل منها 20-30 لوحة خلاص فل 20-30 مهندس دول لو ما تعلموش اوتوكاد هيعودوا ما خلاص وشعلوه شغل لان ما فيش حد بقى بيشتغل دلوقتي يمكن ده بدأ يحصل شوية مع الاوتوكاد والريفت يمكن الريفت بدأ يبدأ شوية ياخد من حتة الاوتوكاد شوية يمكن هتلاقي في حاجة تاخد من الريفت اللي هيمكن ايه هاي ستوب ما انا بتعلم انا راكب الموضوع لكن لو تسبت بقى خلاص ما مطورتش من نفسي ودي كانت مشكلة عند جيل الزمان اللي هو كان دايما بيتعلم مهارة وطالما بتجيب له فلوس هيفضل راكب على المهارة دي على طول يقول لك انا خبرة 30 سنة في الموضوع مفيش خبرة 30 سنة كل شوية تلاقي حد تلاقي بيشتغل مثلا شغلانة بقى له 30 سنة بيشتغلها تدلوقتي ما فيش شغلانة ما اعتقدش ان فيش شغلانة هتقعد 10 سنين حتى نفس الشغلانة بعملها بنفس الطريقة ما اعتقدش لا ما اعتقدش ما اعتقدش موجود دلوقتي بس سؤالي بقى ليك انا بلاحظك انك بتتنطط وبتسافر كتير وده اكيد بيحتاج مبالغ فلوس الاستثمار ده اللي انت بتعمله في نفسك ده استثمار في النفس هل انت شايفه ليه مغدود عليك هنا في السوق اكيد اكيد يعني الحمد لله الحمد لله دايما السفريات اللي بسافرها لو لقيت ان حد ممكن يكون معايا سبونسر للموضوع ده وانا مسافر ان انا مسلا انا مسافر اعمل كوفيرج معايا لمعرض او حاجة فايه رعيك تكون سبونسر للريحلة دي يعني الحمد لله ببنا بيوفقني في الحتة دي ان انا بلاقي ناس تكون متحمسة للموضوع ان احنا نعمله او ان انا ممكن يعني يعني انا معرض بيك فايف لو كنت رايح السنة دي السعودية انا كنت رايح بإنفتيشن من بيك فايف نفسه من معرض نفسه ان هما كانوا عايزيني انتعال اوري للناس الحاجات اللي عندنا فااا يعني الحمد لله توفيق من ربنا ااا الموضوع بقى واللي هو يعني لو وسلت ان انا ما لقتش الاوبشن ده وانا اللي هسافر على حسابي لو يعني لو الفلوس متوفرة معايا هسافر لان انت يعني بتسافر تشوف حاجات مختلفة شوية مختلفة كتير معارض بسكيل ضخم اضخم بكتير من اللي انا بشوف في مصر هنا يعني انا من ساعة انا خدت معارض بيك فايف وبعدين بيك فايف بتاع الامارات كانت شهر 12 اللي فات وبعدين بيك فايف سعودية ده كانت شهر اللي فات الفترة اللي بينهم دي ما حضرتش معارض في مصر انا مش عارف انا يعني ممكن ان شاء الله على شهر 5 يبدأ يبقى فيه معارض في مصر مش عارف بقى يعني مش عارف هلاء الموضوع مش حت التمرد بس على الده ما هي حتت ايه انا فقل كنت اروح المعارض المعارض كبير لدرجة يعني اقتعدت 3 ايام بتلف او الاربع ايام كم بتلف عشان انت عارف تخلصوا اتجى عربية جوه اخطى عجل ولا عجل اعارف المشكلة حتا في ايه ان انت يعني انا جيت في اخر يوم انت عايز تجري عشان نلحق نخلص ما تعرفش تجري يعني انا تمشي خطوتين ايه يا عم ده ده موضوع جديد او حكيلي كده بيقول ايه او حكيلي كده بيقول ايه تمشي خطوتين تحكيلي كده بيقول ايه والحمد لله الحمد لله يعني بدأت ان وانا حتا ماشي في المعارض دي بقى مش حدت ان ان انت بس الحاجة اللي تشدني فقف عندها احكيلي انت بتعمل ايه الحمد لله بدأت الناس تعرفني بدأت تقف فيه كده فتلاقي ان انت ممكن الناس مثلا تقفك طب تعال انا بقى اقولك انا بقى اعمل ايه فانا ممكن الموضوع ما كنتش تشغلني قوي يعني او اللي هو مش مش عاجبني او شفته قبل كده او مش فارق معاه قوي بس برضو يعني ايه مش عايز تدايق حد فتقف وحكيلي وتنبهر وبتاع وعادي ونشوف الدنيا لحد هنمشي بس يعني فحطة ان يعني مش عارف بقى لما هنيجي بقى المعارض اللي هنا هتمنى ما تفجئش كتير بس الزات من دول قصة هناك تبتلاقي ان دول كتير كتير بالذات الصعودية والامارات يعني دول بقى دول كتير من العالم كله تلاقيها جاية تشارك عشان هم عايزين يدخلوا الماركت ده هتمنى ان مصر تبقى كده يعني فيه اختلاف لاحظتوا ما بين البيك فايف اللي انت حضرته في مصر والبيك فايف في الامارات الكبير او ده اكيد اكيد فرق بص يا حتة يعني انا هتمنى اصلا ان الموضوع ده يكون يعني يتحل بسبب المشاكل اللي كانت حصلة الفترة اللي فاتت في الاستراد والكلام ده ان فيه ناس حتى كنت قابلتها هناك يقولك انا مش عارف انزل عشان ممكن ما اعرفش يعني شوية مشاكل مالية ممكن ما اعرفش بقى خرج الفلوس يمكن ما اعرفش اعمل ايه يمكن ما اعرفش استثمر كويس فتلاقي ان فيه حتة كده يمكن كانت برضو مقلع الناس فده يمكن حتى يأثر على المعرض السنة دي يعني انا يمكن الاقي السنة دي المعرض في مصر يمكن يكون اعلم السنة اللي فاتت عشان يمكن المشكلة دي مثل بيزني لايب اكتر حط باعتبارك انت فيه مجموعة مشاريع راس الحكمة والعالمين الجديدة وشوية مشاريع دخلت وكمان واللي يطمنك اكتر ان فيه شركات تطوير عقاري كبيرة جدا على مستوى العالم بدأت تنزل تفتح برانشيز جديدة في مصر فده يطمن ده يطمن على المستوى القرائب باذن لو نبدأ انا شوف ده على ارض الواقع احنا نتمنى حقيقي احنا عندنا كفاءات قوية جدا الناس اللي استثمرت او الناس اللي سفرت الدول الخليج واغلب القوامات اللي عندها سهل كبيرة عندهم هو مهندسين مصريين اقوى مهندس في السوق الخليجي هو مهندس مصري واللي بنى مهندس مصري فباذن الله احنا عندنا كفاءات قوية جدا عندنا ناس حابة نتقدم حاجة لبلدها فان شاء الله يعني قريب نقدر نعمل ده ونقدر يعني نوصل لحاجة قوية جدا ان شاء الله يا رب يا رب والله انا يعني عارف بس حتة ان انت ايه انا متحمس اشوف بقى هو هيبقى فيه فرق كبير قوي كده ولا الدنيا اتمنى هيكونش فيه فرق كبير اتمنى هيكونش فيه فرق اصلا بس هو مبدئيا كسكيل كحج لأ يعني فيه تلاقي ان الموضوع مثلا احنا اممكن هنا تلاقي ان واخد مثلا قاعتين ولا حاجة دين تلاتة ممكن هناك تلاقي بقى اللي هو لأ انت ااخد اربع خمس قاعات وكل قاعة منهم ايه ده في ايه لأ ان وحاجات جديدة وحاجات مختلفة يعني اتمنى ان الاقي الموضوع هنا يعني انا بصراحة متحمس جدا ان انا انزل اشوف بقى المعارض اللي هتبقى في مصر واتمنى ما يكونش فيه اختلاف كبير قوي ان شاء الله تبقى حلو دلوقتي انت اصلا يعني فيه ناس بتولده بسكيلز معينة بريزنتشن سكيلز نجيشن سكيلز سوفت سكيلز بشكل عام وفيه ناس بتشتغل على نفسها انت من خلال وجودها في الكلية ومع بعض التخرج وبداية المرجل حد دلوقتي اكيد طبعا اشتغلت على الجزء ده لو هي جفت انت نميتها ازاي ولو هي مش جفت انت برضو اشتغلت على نفسك فيها ازاي لا الحمد لله كانت جفت زي ما قلت لكم من شوية كنت بحب حتة البرزنتشن دي من زمان انا حتى منو صغير يعني عندي انستجرام اتكونت وحب كل يوم اتصور صورة يعني عامل كده ايه الناس تشوف انا بعمل ايه ده يمكن قل شوية في الجامعة ان طبعا احنا نخش الجامعة عندكش وقت تعمل حاجة مفيش وقت تعمل حاجة انت في الجامعة كل يوم بتورني الناس الجامعة فخلاص بقى سيبت كل حاجة الحمد لله بعد الجامعة الجادة تاني فهي ام اصلا ما اعتقدش ان هو فيه في حاجة محدش يارف يتعلمها يعني هو حتى لو يعني انت لو لو موهوب في حاجة فقوها يمكن هتلاقي انك بتتطور فيها اسرع بمجهود اقل شوية لكن لو ما فيش الحتة الجفت دي يمكن تلاقي ان المجهود يمكن اصعب شوية بس في الاخر في الاخر هتوصب وده حتى يعني منشوفه كتير اوه في لعيبة كهورة مسلا وفي الناس يقول لك ده عافش ده عافش ايه اشتغل على نفسه اشتغل على نفسه وتعب كتير انا اشتغل على نفسه كان فيه واحد في زفويس قدم ثلاث مراته واول مراتين او ثلاثة اقترفض وفي المرة الرابعة هم افقوا عليه هما كانوا فاكر فاكر الولاد ده كان صدف الاول مزعج جدا مزعج اشتغل على نفسه طبع ونفسه بتاعبها رهيبة وقال له ابني بطل غناء انت فتحاش تغني انت ابوس ايدك ما تجيش حتى احمد حلمي قال له انت لو جيت السيزن الجاي انا هتديك بز قبل ما تغني فهو سبحان الله السيزن اللي جاي كلهم كانوا بفرين بيه وكانوا نسيينه لان كمان شكله اتغير اه فهو تسيزن الجي السيزن اللي بعده فشكله اتغير فهو محدش فتكره فاجون بقى في الفصل اعلاني او هما بتكلموا عنه وقال له ان هو قدم كزا مرة وكل مرة تبزه ففعلا في حاجات تقدر تتعلم وتقدر تشعر على نفسك بس 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 هو ده تعب قد ايه مقابل بقى واحد تاني من اول مرة دخل خرب الدني من اول مرة دخل خرب الدني عمل بقى شغل جامد اوي بتاع فهي يعني هتة التعليم دي واهم حاجة البداية ابدأ وخلاص ابدأ وخلاص والله انا عايز اقولك على حاجة حتى كان فيه يعني انا كان فيه واحد صاحبي من ساعة مرة بدأت البيج بدأتها كان يمكن عندي بتاع عشرة تلاف فولور جي بقى قال لي يا سلام انت ازاي عرف تعمل كده وبتاع ده انا انا عندي هو بقى كان ايه جاب بقى الكاميرات وجاب الكروما وجاب المايكات وجاب الاداءات وجاب ولسه بدأش لحد النهاردة بسه من ساعة بدأت انا داخل يمكن داخل في سنتين هو كان هو جايب الحاجات دي من قبل ما انا ابتدي ولسه بدأش حصل يعني التواكبه هو لو كان بدأ يعني هو فعلا النهاردة قبل بكرة بتفرق هو فعلا زي ما انت قلت في الاول انت ابدأ ابدأ بأي حاجة ابدأ ابدأ بأي حاجة يعني انا فعلا انا كان معايا مبال ساعتها كان مبال جالاكسي كنت سنده على كتاب كده كنت حطه على الكنبة وكنت وقف على الكنبة وعمل كده فهتلاقي مأسايا لو انت بتحاول بأي حاجة في ايدك بتحاول تعمل حاجة شوف حاولت ساعتها شفت الابليكيشنز وابليكيشنز الادتينج يعني ما لقيتش ان هي مشكلة بزيتنا احنا طبعا كمهندسين عندنا حتة ان احنا نخش نشوف الابليكيشن ونتعلمه هذا من نسبة لي ما كانش مشكلة مش معضلة تدخش تشوف الابليكيشن وتعلمه وتشتغل عليه وبتعمل وكل ده من واحدة في الجامعة واخدينه فدخلت خدت الابليكيشن شفته بدأت تشوف طب ايه اللي ممكن نعمله نشوف ممكن مسلا حد يبقى جامد شوية في الحتة ايه طب دي عملتها ازاي طب قولي طب كزا صاحبي ده طبعا كنت اللي هو ايه اخلص الفيديو وابعته له ايه رأيك يقول لي مسلا لا يعني علي صوتك شوية لا مسلا حاول بقى تعمل حاول بقى تبدأ تجيب مايك عشان يبدأ صوتك يبقى احسن حاول بقى تبدأ تعمل معرفش ايه يعني فهم فتبدأ ايه تطور من نفسك واحدة بس فهي اهم حاجة انك تبدأ باللي معاك وتطور دايما تطور من نفسك الناس دايما بتشوف البرودكت النهائي وما بتشوف الكواليس بتاعته مثلا اكيد انت عشان توصل مستوار مثلا الكواليتي في الصوت دلوقتي والفيديو والإدتينج وامتى وامتى تتعمل كده وامتى تعل صوتك في حاجات ايه 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 الفيديو اللي عمل تريند كانت كيف اسمح ليعمل كده ايه الله براحة ايه 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 ففي كواليس لكل ده واكيد فيه قاعات في النص طبعا فيه يعني فيه خلاص انا هقفل السوشال ميديا ومش هكمل وانا خلاص جبت اخري اه احكيرنا بقى يعني احكيرنا على الكواليس وحكيرنا على اللحظات دي اه بالنسبة للتواليس يعني انا حتة ال ان انا ابدأ اصلا اعمل الحركة دي بعد ما عملتها عجبتني بقيت ما عملها كتير بقيت مملة لو انت بقى لا كتير قللتها شوية لحدها بقيت دلوقتي يمكن ايه بابدأ فيها بابدأ فيها الفيديو وقفله ولو قلتها مرة في النص لكن لا انا فيه فيديوز عندي كنت كل دقيقين كل دقيقتين هو الفيديو أصلا كل دقيقين كل شوية قد اعمل كده لا كنت مستفز واتحرك كتير وكنت بعمل يعني فهمل الحمد للناس استحملتني لحد قدت المرحلة دي اه وكان فيه كومنس على فقر لسه فيه كومنس لحد دلوقتي اه يعني هو انا بحبها والله بص يعني انا انا واحترمت احترمت رأيي الناس ان انا قلتها وعايز اقولك حتى بقيت كمان يعني انا ممكن ايه وانا في الفيديو الحتة دي ممكن اجي في الوقت ده اقلل الفوليوم بتاعها شوية انها مثلا لو حد يعني كنت خدت كومنس لقيت حد بيقول لي ايه بتخدني طب ماشي بتخدك طب انا في نص الفيديو عشان يمكن بقصاتها عالي شوية طب قللت الصوت بتاعها لكن هشيلها خالص لا مش هينفعشان لأ علامة مميزة اه يعني انا اصلا بحبها وبحب عملها فاللوها انت هو اسلوجان يعني انت ورضو معلومة من المعمرك اه فهي خلاص يعني هي لطيفة وبتميز واحد عن واحد يعني انا ما بقيتش مرتبط بيك بالمعلومة لأ انا بقيت مرتبط بالمحتوى بتاعك بعلامة مميزة بالظبط الحمد لله اللي انا حاولت اللي انا حاولت اعمله يعني ويعني الحمد لله يمكن فيه ناس مثلا ايه تلاقيها طبعا اسم بهاق ده يعني محدش عارف محدش عارف اه لا يمكن لو حد امتبع او يعني عارفه لكن ايه هتلاقيه المعمرجي لو حتى ما جابش المعمرجي هيعمل لي كده ياا اه 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 عادين برجة فعلا نقول انا هنجيب المعمرجي انا بقول لو انا كده لو اها خلاص هو ايه بقى تغد هي علامهم ميزة يعني علامهم ميزة جميلة والصراحة الحمد لله يعني فلسه فيه الحد باللوقتي ناس مش بتعجبهم بس انا يعني بص انا يعني كنت بعملها كتير قللتها وقللت صوتها فانا بحاول ان انا ايه ما تبقاش رخمة وفي نفس الوقت تبقى ايه لكن لسه فيه الحد دلوقتي ناس مش عجبها وده انت مش هتعجب الناس كلها ده طبي يعني خلاص يعني يعني مش هقدر اعمل اكتر من جد مش هتعجب الناس كلها يعني فيش حد يكتمع العالم كله يعني فخلاص يعني مش حد مش عجبه الحد دي فخلاص مش هقدر عمل لك حاج يعني تستحملني اما ما تتفرجش عليها اعمل ايه طيب بالنسبة على حد الكمنت السلبية دي والله اعز اقولك يعني ما بتفرجش معاه خلص ما بص لهاش خلص يعني الحمد لله اا يمكن لما بلاقي حد كاتب كومنت سلبي او كومنت فيه مثلا فيه طريقة مش حلوة او حاجة زي كده يعني الحمد لله اما بلاقي الناس هيا اللي بترد يا اما انا يمكن اا يعني ابدأ اتكلم انا بأدب من انا اكيد احنا مش عادين في الشارع بقى مش تشتم بقى وانا هشتم وبتاع فابدأ ارد باللي هو انت يعني ايه اللي وصلك يعني ليه كده يعني انت بسا فيه حاجة مدقيقك يعني دقيقتك للدرجات دي يعني يا عم طب اعمل لي اونفول ومتفرجش عليها بس بلاش بقىش الاسلوب ده فيه ناس بقى تدخل تعتذر وده الحمد لله بيحصل كتير يمسح الكومنت وفيه بقى اللي بيكمل خلاص وانا مش هتم وفيه للأسف ناس بتحبط من قراء الناس التانية فيوقفوا عن الحاجة اللي هم بيعملوها دي اه ده غلط فعلا يعني مثلا انا عرف ناس كانت بدأت في موضوع المحتوى العلم ده هم بينزلوا اللي هم فاهمينه يعني بيشغحوا حاجة من وجهة نظره فهما بيلقوا كومنتات سلبيه عن الحاجة دي مش اللي الناس مش فاهمها لا اللي انت بتشغحها قصلا غلط وهو في بداية الفيديو بيقول دي يعني انا باشرح المعلومة دي من وجهة نظري انا اللي فاهمها كده فلا تتقبلها لما تتقبلهاش دي حاجة ترجعك انا بيبقى عندي امانة تحفز في المعلومة في فيما انا جاء اشرح حاجة علمية الحاجة العلمية دي ممكن تثبت في رأس عدد كتير او من الناس اللي ما تعرفش المعلومة اصلا فتثبت في دماغهم معلومة غلط فده انا عندي فقط احفز اما المعلومات اللي انت بتقدمها انا شايف اللي هي معلومات هي اساسا التارجت بتاعها مش مهندسين بس هي تارجت بتاعها حاجة جنرال انا ازاي استمر في حاجة زي اللي انت بتعملها دي يعني اجيب منين افقار لل اللي انت بتعملها ده لا حاجات حاجة كتير بقى حاجة كتير يعني انا كنت من ساعة ما بدأت كنت اللي هو ممكن مثلا ايه عايز اعمل فيديوز بقى مكنت عامل ثلاث فيديوهات في اليوم هعملها ازاي دي ولا اجيب منين كمية الكونتنت ده فابدأ ممكن اسأل الناس على حاجات مثلا اللي هو لو انا خلاص بقى مش لاقي حاجة ممكن اعمل مثلا ستوري اللي هو حد سأل في حاجة ممكن سؤال لو في سؤال عجبني فابدأ اخدو اعمل منه فيديو ناس كتير مثلا بتسألني على حاجات بتبعتلي اسئلة على المسجز مثلا اللي هو انا واجهني مشكلة في كذا طب ايه رأيك في كذا فارحو اخدو وعمل فيديو ممكن كومنت حد دي مثلا قال لي كومنت على حاجة معنا سألني سؤال في الكومنت فورده اخدو ممكن اخدو اعمل بيه فيديو غير بقى كل ده حياتك بقى اليومية في الموقع مع العمال مع المهندسين مع بقى اي يعني تلاقي ان دايما في حاجات حتى ممكن تبقى قاعدين كده مع صحابي بص الموبايل اللي معايا ده فيه نوت كده يعني دايما الفكرة اللي تجيلك ما هتروحش تتكتب على طول فتيجي بقى مسلا ايه في وقت مش مش لايه كوننت تتعمله طلع بقى النوت دي نوت بوك اه شوف بقى انت كنت تكتب ايه فتلاقي ان في دايما فيه افكار بتيجي لو اتلت ممكن بقى مسلا ادخل على يوتيوب ادخل على التيك توك اشوف مثلا ايه ممكن ايه تكلم ممكن مسلا حد تكلم في حاجة اه فممكن الاقي ان هو مسلا في حاجة فاتته فيها ف وبرضو الحمد لله ما بحبش اخبط في حد يعني انا لقيت مسلا حد تتكلم في حد لو الا غلط يمكن اقول له بيني وبينه او يمكن ما اتكلمش او يعني خلاص اولا انا هتكلم اتكلم مع نفسي ان ده رأيي وخلاص اولا اولا مشكلتي بامانة بامان مع اغلب المهندسين اي مرة لهم ما بيجوا يشرحوا الكونتينت على الفيسبوك او على اليتيوب بينزلوا حاجات لاها علاقة شوية بالسباكة لاها علاقة بالتكييف وهم بيبقاش عندهم المعلومة الكافية يعني هم مثلا لو سألوا مهندس متخصص وهم يعرضوا المعلومة ولجل انا بحس بهبدي شوية عكس مثلا انا مينفعش اخش اهما راح ايه للعلاقة ما بين الجيبسون بوك ده مثلا والسقف كذا بيتحملوا بايه وما بيتحملش بايه كلام ده ما نفهمش فيه بس بابا عايز اللي هم ما بيخشهم في تفاصيل مش بتاعتهم ما هم مش حيطة مش بتاعتهم بس احنا احنا كبقى اماريين نتلاقى ان احنا ايه هشغل نفسكو في كل حاجة هيا هو هو شغلنا كده انت ايه انت قدت داخل داخل في كل المجالات داخل في الكهرباء وداخل في السباكة وداخل في في التكييف وداخل في في كل البنود وعلى قد ده تقدر بتبقى تحاول تاخد من كل جزء معلومات اه بتحاول تاخد بس هوا يعني هوا ملوش لازمة التنطيد بقى يعني ده اللي انا حتى ايه يعني فيه يعني ممكن نوصل للحط تقول لأ انا ممكن انا ساعتها بقى انا اجيب مهندس ميكانيكا اه او انا هجيب بقى مهندس ميكانيكا اما مش عارف هاسأل مفيهاش حاجة لكن فهم هو تلاقي ان ايه ممكن فيه ناس وده حتى يمكن جاي من حتة بقى ان ايه من واحدة في الجامعة كانت لاقي يقولك ده ما ينفعش المهندس تتسأله في حاجة وقولك ما عرفش ما ينفعش الصناعي يجي يسألك في حاجة وتقول له ما عرفش ما ينفعش لا ليه يعني ليه ما تتفعش تقول له ما عرفش هتقب بقى تكابر وتقول كلامه غلط ومشاكلك وحش طب ولازمته ايه وهتفضل ما فيهش حاجة يعني مش عيه بالنسأل يعني لو سألت حاجة ولا عرفت يعني مش مش اللي ها المشكلة هي ثقافة عندنا تولدت ان مفيش حاجة اسمها مفيش مهندس ما بيعرفش انا افتكر اول فيديو اول فيديو ليه على اليوتيوب كان سنة تقريبا 2016 كان اسمه مفيش مهندس ما بيعرفش بس قد تقصد بها حسابات الاحبال يعني بس هي فعلا ده ثقافة عندنا لانا لو سألت كامل دلوقتي وليكن مثلا حاجة لها علاقة بالطب هيهبد طب تصدق بالله والله انا كان في في خيالي حالا نفس المثال وكان في حد سأل من فترة قريبة على حاجة خاصة والطب فهو يعني هو عبارة عن ايه هو شوية شريين وشوية مواسير ومضخة في النص فيعني موضوع مش مش كبير يعني يعني هنتعامل يعني بس هو فعلا في الميتاشن يعني انا ممكن اهبد يعني حافيا ممكنها هتفعل حاجة تتخيلها يعني انا احنا كنا احنا عندنا في حاجة اسمها الانف باي ده اللي هو الكود الخاص باي اي حاجة تخص مكافحة الحريق وشوية بامبينج وشوية تحوارات زي كده فاحنا كان في حد انا عمر يعني ما فتحتوش وقرأتي فيه قرأة مباشرة فكود اللي كان بيشرح لنا ساعتها كان بيسأل بقى حاجات باي متخصصة قوي يعني مثلا احنا من ضمن الحاجات اقول لك لو انت داخل بمسورية مية مسورية حريق او هتطلع في دكت كله كهرباء هتعمل ايه فانعزلها لو ده الجباري هانعزلها هو ما ينفعش بس لو خلاص ده هانعزلها فدي بتبقى حاجات ما بين السطور في حاجات مثلا انا اقول لك انت ما ينفعش تدخل احنا في مواسير البارة وجوهم بتبدأ تطلع عشان ما ينفعش تبقى مدفون عشان لو حصلت مشكلة جوة المبنى مش هتكسر لكن لو حصلت في شرع هنحفر عادي فنعمل ايه طب والله انا في الحالات اللي زي دي في التكيف انا بعمل بفكشف فانا حاسيت انها تلقائيه فبجاوب او فوقف قال انت انت مذاكر انف بي انت واخد واخد حاجة فيه مع انها انا هابد والله انا هابد بس صح ايه ممكن بتعاون مع هزل على هزل راسل في اي حاجة ايه هابد وهي ولو ما جاشي صح هديني حوالي بالزبط والله يعني فكرة اللي عملته ده حلو بس حلو حلو الدرجة يعني حلو يعني عارف هو ايه طالما احنا ما نفزناهاش لا احطان احنا مسمى وجهة نظر او مش معلومة او او حتى او يعني هممكن تبقى اللي هو ايه او معلومة وقول ان انا مش متأكد او من الحتة دي او يا جماعة فكرة في فيديوز بعملها اه تبقى مثلا لايه علاقة بحاجات انشائي مثلا او حاجات او حاجات او حاجة كده فقولوا والله انا وصلت للحتة دي بس لو حد عنده حاجة ممكن يقولي وفعلا بتجي لي كومنس من الناس يعني متخصصين بس تفيد منها كتير جدا يعني انا في حاجات بقى تبقى تلاقي بقى ناس زريفة يقولك بقى ايه لكده المعمار جيوال عايز معلومة ايه عامة ماشي انا عايز معلومة اه كل انا عايزين معلومات ما انا بقولك ايه عامة اقولك كتير سيفني ااخد واحدة مش وشكلا بس فعني حتة انك ممكن اللي هو يعني احنا اكيد ممكن تتحط في اي موقف حتى مع مثلا او مع اي حاجة يقولك مثلا يسألك سؤال ما انت وردهم يعني مش تبقى في كل حاجة في الكوكب يعني ايه دي ممكن تيجي حاجة بالزاد ان احنا دلوقتي كل شوية في حاجة جديدة هتعرف ايه ولا ايه هتحفظ ايه ولا ايه هتعمل فا اه يعني ممكن انا فاهم الكونسط بس فاقوله انا متخيل ان الحتة دي تبقى كده بس خليني هاسألك فيه ما فيهاش حاجة مش عيب من ضمن المشاكل عندي في مجال المعاولات دلوقتي وهو نظام التسعير فيه بدراستين في التسعير انا شايفهم من وجهة نظر عليهم تعليق كبير نظرات المقطعية او الباقة المقطعية منتشرة بنوت كتير اللي انت تاخدها لمصم كده الباقة منتشرة في مجال التشتبط احنا تعلمنا ان عشان اصعر حاجة فانا محتاج اعمل لها بعد كده حصر كميات بعد كده تسعير انت وجهة نظرك ايه في نظرية الباقة دي احنا بالنسبة لنا كطريقة شغل انا ممكن اشتغل بطريقة مقطعية بس ده كان زمان شوية بيمكن ان شاء الله يرجع تاني لما الدنيا لا صارت استكير بس انا ممكن ابيعارف مثلا ان هي ممكن حاجة معينة هتخلص برقم انا متخيل ان هو يبقى كذا بس هو في الاول وفي الاخر ده لما بحد عايز مثلا ايه حاجة تشتيب شركة حاجة اللي هو انا عايز اشطبه خلاص فانا من الاخر انا هجبلك اي نوع برسلينة على زوقي وادهل لك الحوايط اي لون وخلاص خلصنا فده ممكن بس اللي هو ايه يعني في شغل شغل يمكن مش مدروس او اللي هو ما فيهوش ديزاين ما فيهوش حاجة نلاحظها بحتاجة العميل اه يعني اللي هو يعني انا ممكن مسلا حد يجي يقول لي ايه طب انا مسلا عندي شقة امتين متر طب الشقة دي هتكلف كم سؤال برضو عام جدا يعني ما دي انا ممكن اكلفها لك مية ممكن اكلفها لك مية اه بس هي بقى تبقى بنيانا على ايه يعني انا ممكن في القعدة دي اخرج منها بحاجة انا مخسرتش وبرضو بديت له المعلومة اللي هو عايزها وما وما ربطش نفسي بحاجة يعني انا مقولت ما قلتلوش بقى تعالى هاتلفلوس ولا نشتغل مش هيقى مش تمشي كده بس بمعنى ان انا هقول له والله انا اخر مثلا اربعة خمسة بروجيكس عم انتقوم من نفس المساحة دي اتكلفه من كذا لكذا او اقل حاجة ممكن تتكلف في المساحة دي الرقم ده نبدأ نتكلم من الرقم ده فيما فوق طب الرقم ده هقدم لي ايه الرقم ده هعمل لك واحد اتنين تلاتة تقريبا يعني هاجب لك مسلا هعمل لك قد دفن هاجب لك معفش بورسلين مستورد هاجب لك مش هجب لك رخام هاجب لك معرفش مسلا مش هعمل لك تجاليد خشب كتير في الحيطة مش هعمل لك معرفش ايه يعني بالشبه كده هعمل لك شوية حاجات او هعمل لك ديزاين شبه ده شبه حاجات مثلا اللي اعملتها تقريبا من نفس الخامات دي فيقول لي ماشي ده تمام بسلا ممكن نشتغل عليه او لا ده الرقم ده كبير او مش هقدر عليه بس انا اديت له اللي هو انا بقول له كده ان انت بس ده حاجة كده ايه تقريبية تبقى عارف انت تقريبية بتدفع كده انا مربطش معا كلام انا بس ادي له تلوريش انا بقول له بس انت ايه يعني ده مناسب معا كل انا مفي شركات بتعملش كده او بقى الشركات اللي بتعمل كده بتبقى اية هقولك بعدي بتبقى شغلة ازاي انا دلوقتي كده عرفنا ان احنا تقريبا احنا عايزين نبقى في الرقم ده فانت بخبرة بقى بتقول مثلا لا ايه ايه طب ماشي تعمل مقايسة كده سريعة من المقايسات بقى قديمة عندنا ولا حاجة lp كميات ايه تقريبا كذا 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 فهيبقى تقريبا الموضوع في الرنج ده تمام فهيقول لي ماشي تمام ابدأ ان اعمل design mestags وبعد ما خلص الحلاج ديزاين هقدم له مؤيسة هتختلف شوية عن اللي انا كنت اعملهول مش هتبقى مش هتبقى كتير بس هتبقى قريبة من الرقم اللي انا كنت اقيل له عليه ده ده السيستم اللي همشتغل بي ان انا بقول له تقريبا هنبقى في الرقم ده بعد ما خلص الديزاين هنبقى مثلا كده فيه حد يجي يقول لي ايه طب بص انا الرقم ده مش هايز يزيد عنه خالص فانا ابدأ بقى ان انا اشتغل على المينموم هتلعب في المينموم اه ابدأ ان انا اشتغل على المينموم طبعا المينموم ده في الحاجات اللي ينفع اجيبها اقل يعني كواليتي اقل شوية لكن حاجات التأسيس مستحيل طبعا ده لازم تيجي احسن كواليتي لكن في حاجات بقى لو انت عاملك مثلا مكتب التلفزيون وخلاص ممكن اشيلها يعني لو يعني مش فرقة معاك قوي خلاص ممكن اشيل رخام دي رخام مثلا كنت جايب لك رخام في الارضة يخليه بورسلين كنت اعمل لك معرفش فابدأ ان انا بتعمل ايه بالمينموم طب تاهم يقول لي طب مثلا ايه طب تعالى نزود شوية اقول له طب ماشي ممكن مثلا انا اغير لك ده اجيبه وكذا طب ممكن ده كذا واحنا دلوقتي عشان بقى فيه خمات كتير قوي يعني الحمد لله بقى فيه ممكن توصل لنفس الشكل بخمات كتير جدا بأسعار مختلفة فبتقدر بقى تلعب في الحتة دي ان انا ممكن حتى الديزيل اللي اعملتولك ده ممكن ننفذولك ب3 ا4 اسعار على حسب الكواليتي والحاجة اللي هتبقى عايز فديه الطريقة اللي احنا بنشتغل به ايه بدأ اقول لي مثلا ايه طب ما اه عايزين مثلا طب ما اه طب انا ممكن مثلا نحط حتة سمارت نزود شوية حاجات سمارت مثلا طب كل ده هنسه على الورق نسه بدأش ننفذ كل ده نسه على الورق فعايز تزود حاجة ممكن عايز تعمل حاجة عايز تشيل حاجة ممكن خلصنا التكنيكل وخلاص الموضوع انتقى خلاص ننزل نشتغل وننفذ الشركات بقى اللي بتشتغل بالباكات هو بقى عاملك مينيو زي مينيو المطاعم كده وانت بتاخد وجبة كومبو الوجبة دي عبارة عن ايه او مثلا وجبة عائلية فعبارة عن خمس سندوتشات واربع فرويز ومعرفش شوية فراخ ايه وشوية ايه ده بقى نفس الكلام يقول لك بقى بص انا هجيب لك المساح عندك مثلا ههه هجيب لك تجاليد خشب بكمية معينة ان انا مثلا هعمل لك 10 متر تجاليد خشم الباقة اللي اعلى منها بقى تليها فيها 15 متر تجاليد خشم الباقة اللي اعلى منها تليها بقى بتزيد الباقة ده هنا كان سيراميك يبدأ بقى يبقى فيه رخام ده هنا يبقى فيه معرفش ايه يبدأ فيه ايه وطبعا بقى في الحاجات دي طب ما انت مدخلتش عدد الحمامات مثلا طب ممكن يبقى عندك شقة يعني انا كان فيه فيه استوديو كنت شغال عليه استوديو كان كله على بعضه 70 متر بقى كان فيه حمامين ايه كان فيه حمامين الحمام ده لوحده كارسة طب دي هتعملها ازاي نبدأ بقى يقولك ايه طب لا او فارييشن طب مثلا الحتة دي ما عرفش ايه انا طب ما فارييشن تبدأ بقى داخل في في سلسلة فارييشنز ما بتخلاصش وهو في الاول وفي الاخر بقدر اللي حصل ايه ان هو ادلك حاجة تقريبية وانا ما نبدأ بقى نشتغل لبقى نشوف ايه اللي هيحصل ربط كلام مع الزبون وخلاص هو دخل في المسيادة وهيشتغل غزبة عنه انت مش هتسيب الشقة في نصها وانت هتشطبها ودفعت فلوس فاكمل بقى وتلاقي ان هو بقى انت تلاقي اكيد بقى يعني طبعا انا ايه مش عايز اعمم الكلام بس هو للأسف هو ده اللي بيحصل وبعدين احنا كمهندسين يعني اكيد اللي طلع الفكرة ما كانش مهندس اهو احنا قلنا في الاول ان فيدو خلاكي تجاوه على المهنة اشباه مهندسين يعني اللي طلع الكونسبت ده اكيد ما كانش مهندس ان احنا احنا بنتعمل انت تيجي تقولي بكام هقول لي ما فيش حاسمه بكام هو بكام دي معناها موصفته عاملة ازاي استلاقه هستلمه ازاي هيتنفس ازاي بخيمات عاملة ازاي هياخد وقت قد ايه فا الكلام ده للأسف مش في مجال المعماري بس ده برده في مجال الام اي بي عموما نفس الكونسبت بالزبط يقول لك انا هياخد الشغلان دي بالمقطوعية اكس طب يا حبيبي ازاي بالمقطوعية انت ولا حددت سمكة الصاغ ولا حددت نوع العز ولا حددت الفوليوم دمبر عدد الفوليوم دمبر عدد ايه ولا المخرج نوعها ايه ولا من شركة ايه للأسف ده الواقع اللي احنا بقنا بنا نشوف في الصور فيه مشاريع بقت بتتعدي تسعين مليون ولا كخدها مقطوعية مقطوعية ده ده لو تسيب لتخي اه بيحصل في ايه بسر ايوه يقول لك اعمل معينة وشوف الكعبالة بتاعة الموقع كلها ويعمل حصر انت لنفسك يهو بيبعث لك اللي افسي وقول لك احصر اعمل حصر بتاعك وطلع كميتك ولو لقيت في اختلافات بينها وبين الدزاين اا اتأكد منها ويبدأ ايجي بقى فصلك في الكيمات اللي انت حصرتها انت حصرتها ازاي لا انت كده حصر بتاعك غلط ده تتيم عندي حصرها كذا طب لما تتيم عندك حصرها كذا طب من اشتغلها عادي بالامطار معايسة عادي هو لبسها لك هو لبسها مع العميلي اما عايز لبسك فيها عشان يكسب ايه اكبر قدر ممكن انا اشتغلت بالطريقة دي للأسف في كذا في كذا مشروع خسارة رهيبة لو انت منزلتش عملت معينة فعلية وحصرت على ارض الواقع وعملت انت مبينك ومبين نفسك مؤيسة وسعرتها وانت راح قيل له لمصا في الاخر كده مع فرقات الاسعار اللي بتحصل في الفترة الاخيرة دي حرفان تلبيس لو في كمياته زادت انت حصرته في الواقع غلط وكمياته زادت خسرت عشان هو مش يحسبك على زادة الكميات هو يحسبك على المقطوعين وده للأسف في الواقع المريض اللي احنا بنعيش فيه في الهندسة هنا ببصر للأسف يعني هو أنا فيه ناس كتير حتى لو بيشتري يعني احنا لو تكلمنا مثلا عن انه حجيب مثلا رخام عايزي اجيب رخام فممكن مثلا ايه تكلم حد من الصحابي متر perceptions بكاما عندك دلوقتي قل لي مثلا 4000 جنيه هو قال لي رقم انا تقريبا الرقم ده هقدر اقول ان انا تقريبا عندي مثلا قوضة 20 متر فهضره هو في الرقم ده فهيطلع لي رقم لكن هو قبل ما ننفذ هيجي ويرفع المأساة وهيزبط كل حاجة وهقدم لي كوتيشن هتطلع plus or minus رايت حاجات ده الشغل الصح مع انه حتى في باندو واحد هو هيجي يركب وخام ويمشي باندو واحد ما بالك بقى لما انت تبقى داخل في شقة او في مشروع بملايين او بمليارات الموضوع بقى صعب بقى صعب اقول البطارين انا عايزين نفصل بقى عن المعمرجي بقى نفسه او ودخل على باش مهندس بها اي اه قبل ما يكون المعمرجي واثناء الدراسة في علامات فريقة بقى في الجزئية دي يعني مثلا فيه ناس كده انا باجي في النص ولا انا مش عايزة كنال في عندسة او باجي في النص بيحصل لدروب خطير فبحس انا ده مش مكاني حصلت لك قبل كده لا انا الحمد لله كنت من وانا صغير كنت عايزة بقى مهندس مهندس مهماري مهندس مهماري بالذات يعني يا دنت الوحيد اللي كان نفسه دفع انت الدفع الوحيد اللي جال انا كنت فيه حد انا عايزة ادرس تاريخ وحد انا عايزة ودكتور اسنان وحد انا مش كنت عايزة دخلها اندسة اساسا لا وورا من ورا طفلي لما كان حد ييجي بسا يسألنا عايزة تبقى ايه فقول له يا ممثل يا مغني يا مهندس مهماري اعرفش بتيجي ازاي لا معليش عرفت ازاي مهندس مهماري يعني انت لسه حد يعني كنت مهندس عموما انه مهماري كنت هقولك انا ما كنتش بقول مهماري بس بقول مهندس ليه لان انا كان بيبقى فيه في بالي اشكال مباني كنت بعايزة اعمله زي مثلا ابسط حاجة كنت عايزة بس طبعا بتاليسة طفلي يعني اما اشوف مثلا ازازة البيبسي اتخيل ان دي لو بقت مبنى ستبقى عاملة ازاي ده اللي انا كنت بعمله ان انا يعني معرفش بقى ده اسمه ايه بس هو ده يعني ان عايزة اعمل مبنى على شكل ازازة بيبسي طبعا ده دلوقتي بالنسباني ده تخريف يعني بس ايه طفلي بقى يعني فلع عارفت بقى بعد كده ان اللي بيعمل كده ده اسمه مهندس معماري فعرفت بقى ان انا عايزة ابقى مهندس هو ده اللي انا كنت عايزه لقيتش بقى التمثيل والغنى مجوش فقلت نشوف وضع الموانس المعمالي ده دخلت لكن ما لقى البحرية الحمد لله حتى كنت جاي بتاعيني وتسعين سنوات عامة كان جاي لجامعة الكاهرة بس ما دخلتش يعني في الاخر لقيت ان الموضوع كان هيبقى صعبة عليها قوي في المواصلات وفي ان انا بقى هتطر بقى اللي هو انت تعيش متغرب تقريبا فقلت طب ليه يعني بعدين لقيت بقى ان الاكدومية البحرية كان فيها يعني ايه الشهادة بتاعتها حلوة وكده فدخلت الاكدومية البحرية ودخل محدد كده في الرغبات ان انا خش عمارة ما كتبتش اي رغبات تانية حتى اكتب حاجة لو ما جاتلكش انت انا مفيش هو انا جاي هنا عشان ايه انا خش عمارة بس فكنت بحب عمارة اكيد بقى حتة اللي هو ايه مش عايز تكمل فيها كان بيجي لي كتير لما بتبدأ تعرف ان المعماري ده ما هبقى يعملش فلوس كويس ونتبته ضعيفة مهندسين عمتا طب واحنا علينا بايه يعني فقط تبدأ قال له هو تشوف بقى تبدأ صاحبك اللي كان في بيزنس خرج وشتغل في بنك وبقى ما عافش بيعمل ايه تبدأ صاحبك اللي عافش ايه كان بيعمل ايه فاحنا ده عشانا كتير لكن حتة بس يعني انا يمكن كنت احب الموضوع احب الشغلانا وبحب الحاجة اللي فيها لكن يمكن هي حتة الفلوس دي اللي كانت يمكن صاحب بتحسسني اللي هو لا انا يعني مش عايز اكمل في الحتة دي بس هو ده بقى اللي انا برجع اقوله دايما في كل الناس لما بنيجي نتكلم مثلا بجي نتكلم معاي حد فندسة عمتا اقوله انت مثلا دلوقتي عايز تخلص والشتغل ايه يعني انت مش هتشتغل معماري عايز تشتغل ايه اه اشتغل ديزير وتشتبات مكفى يا ابني حبيب يعني انا خلاص انا بدأت فيها يعني الحمد لله عرفت اميز نفسي فيها فعرفت اشتغل فيها لكن انت لو مش ناوي تعمل كده فملهاش في غيرك كتير غيرك كتير جدا 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 وبيعملوا ديزاين باسعار ما تستسلش ما تستسلش بيعملوا ديزاين باسعار ما تتخيلهاش ما تتخيلهاش يعني لو انت في الاخر حد بقى كان مثلا جاي ما احترامي لكل كليات طبع بس حد مثلا ايه خريج تجارة ولا خريج حقوق ولا خريج ايه حاجة خد كورس انتيرير ديزاين بقى ديزاينر وعمل ديزاين هيتنفذ مش هيتنفذ فيه اخطاء بالهبل بس في الاخر عمل ديزاين والعميل مش رام حاجة فما تكرنش نفسك بقى في الحتة دي يعني خلاص ابدأ بقى شوف ايه مجالات مختلفة فهاش هرس كتير حتى لو يعني يا عم حتى لو مش في الاخر مش هتشتغل في هندسة اللي هو بمعنى هندسة بس عندك فكرة هندسة يتقدر تدير بيه امورك بشكل عام بالزبط هيا الفكرة الهندسة دي هيا دي اللي في الاخر بتهون عليك الخمس سنين اللي عطون في الجامعة حتى لو اشتغلتش بيها بس هتساعدك انتبا عندك دماغ مهندس هتساعدك في اي حاجة في الدنيا في اي مجال في امثلة كتيرة جدا وفي منهم مثال كان معانا في الجسد هو اصلا في بداية حياته اشتغل وبعد كده اشتغل وانا اصلا حاليا برضو انا مش هقول سبت الهندسة بشكل كبير ولكن انا متجه يعني للجزء الخاص بالبسنس اه لا سكيلز الهندسية يعني اوقات كده بحيث انا بتكلم مع الناس بحيث انا في يعني مش غرور ومش تكبر ومش نرجسية خالص لا لا خالص خالص هو الموضوع كله احنا بنشوف الحاجات المعلومات اموت وبعد كده طالح اواتبت ونبدأ نحللها في دماغنا ده ده احنا اجبرنا على كده في الكلية دي طريق التفكيرنا كلنا واحد اخوانا احنا مش تكبر احنا بناخد المعلومة بشكل معين فبنطلعها بشكل معين او مش بنحس الناس بتحس ان احنا بنتكبر او لا احنا بس فيه فيه سن التفكير منطقي زيادة احنا اخدناها فبنان عليها بنطلع معطيات فبتفيدنا جدا في الحالة عملها بشكل عام بقى ده لو انت بتشتري حاجة اصلا بتحس ان ايه برضو بصص للامور بشكل مختلف فلما بنيجي نخرج بره مجال هندسة بنحس ان احنا لأ احنا عملنا حاجة كويسة يعني هتلاقي فيه وما سرين مهندسين متميزين جدا فيه ناس فتحة مطاعم ومهندسين ومتميزين جدا وفيه ناس فتحة بيزنس وهم مهندسين متميزين جدا لا انت انا بدي امثلة بتخشي على الحاجة كيف انت اي حاجة بنسبقك هي عبارة عن مشكلة بتحول تشفلها حال انت حتى لو بتتكلف في السوبر ماركت طب انا داخل مسلا هجيب كم هجيب كم كيلو من اي حاجة فتبدأ تشوف اللي هو طب ماشي طب انا اخر مرة اه افش مسلا او اللا ممكن تخش تعمل سيرش مسلا تشوف الانسان بياكل كم الوجبة بتاعته كم جرام مسلا فتلاقي انها 300 جرام فنبدأ نحسبها فتبدأ تحسبها هتلاقي ان انت انت تجيبه كفتك اسبوع بالزبط مسلا هدي مسلا يعني ديمة هاجة ده تفكيرها ده سبحت مع ان كنت تتكلم في كم كيلو رز هتجيبه بس لو دخلت عن سيرش كده كمبار للموضوع average meal per person بيقولك مسلا اه عدد معاين طب ماشي دف ده هتجيبه وهتشتغل معاك انا اصلا انا بحب الطبخ وبعمل اكل انا مبدقش الاكل انا بحطه بمقادير معينة انا عارفها وما بدقش انا في اخر الاكل هو تتميب وبيط لحو حلم ايو 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 وممكن اعتمد على حاس شام منها ايه دي محتاجة شوية بوهرات زيادة بعرف اصبوتها ايو والله انا عايز اقولك حتى ابني جي نصل نعم ماكورونا في البيت ولا حاجة انا عارف ان هو ايه نسبة الماء والبقر نتحفت نسبة الماء البتاع بس القدم هي ايه طب هنحط كده بالويم طب ليه ايه العشوائية دي طب ما انا لو حطتنا وجبت ميكيال معين وعرفت ان الكمية دي بيتكفيني فخلاص بقى انا عارف ان داك رجز انا هسبتها خلاص هسبتها ان دي خلاص دي الكمية بتاعتي انا قد عشرة في المية يعني ربع الكوباء ايه سابتي فاكتور في الاخر مش حقر يعني انا بنت عارفت بتعمل ايه لكن هتبشي كده فكير مهندسين ده يا جماعة بس انا نتكرا في بعض الاحيان بقى متعب برضو نوصل لمرحلة ايوه احنا تكبرت الموضوع يا شباب هتتعقل والله حقيقة حقيقة لا يعني مش عارف مش عارف فساعد تجفتيه في اوقت تفسد ملك شوية بس ساعدة يعني انت ايه اعمل بستارت احنا والله كنا ساعدين بتوقيت معنا ويا رب ان يكون الحلقة دي خفيفة على المشاهدين يا رب ورمضان كريم يعني ان شاء الله تتكاره ما بيننا واعرف دايما ان الميكانيكي والمعمارة مفيش ما بينهم صراح لا احنا حللنا الموضوع النهاردة خلال احنا نعرف الفتح الحراس حبيب كورسان طبعا عندسا وان شاء الله يعني تبقى حلقة قوية كده وان شاء الله ما تتبسط بها احنا جايبين ضيف يعني اصلا مجرد احنا قاعدين مع بعضنا بدأنا الحوار اصلا من غير يعني السؤال اللي بنبدأ في بداية كل حلقة عرفنا بنفسك وعرف نفسك للجمهور احنا من الالفة ومن حسن اللقاء احنا اول مرة نشوفك بس لا احنا دخلنا في الموضوع على طول وده يمكن كمان من اسباب اللي هي النجاح الاساسية للمعمارجي شاء الله الله فيعني ربنا يديم القبول يا رب وربنا يديم نجاحك وعايزين واحدة معلومة من المعمارجي حبيب عايزة اشكركم جدا على البودكاست ده وعجبني فكرته وعجبني يعني المجهود اللي انتو عاملينه ما شاء الله يعني جميل يا رب دايما يكون افادة للناس كده يكون حاجة جميلة وشكرا لكم جدا ومعلومة من المعمارجي او لا استنى بقى نقول بودكاست من ايه بودكاست هندسي بودكاست هندسي من المعمارجي حبيبي يا او